السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعين الكرام ومتابعين في قناة زرعانجي. اهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم في الفيديو ده عن ديدان انتاج السماد او ديدان انتاج الفيرمي كومبوست وتحديدا ديدان الريد وجلر والتايجر وورد في المزارع اللي موجودة عندنا هنا اللي هي في المزارع المنفصلة البرانيك اللي شايفينها مع بعض دي طبعا البرانيك دي وضعها ما بيكونش بالوضع اللي شايفينه ده بتكون البرانيك بالكامل مرصوصة او مترصة فوق التالت برانيك دي طبعا لتوفير المساحة لكن احنا عملينهم بالشكل ده او هم دلوقتي بالشكل ده علشان نصور اه المزارع بسهولة او علشان اعرض لكم اغلب الاوضاع في المزارع المختلفة او في البرانيك المختلفة بشكل اسهل. اول نقطة هنتكلم عنها في الفيديو ده هي نقطة الترطيب. ناس كتير بتاع في المشكلة دي وبتاع في الخطأ ده بسبب ان ان احنا في الصيف وبيحاول يقلل درجة الحرارة فبيحاول يقلل درجة الحرارة بزيادة الترطيب وده بيسبب له مشكلة بعد كده ان الرطوبة داخل المزارعة بتكون عالية جدا ودي بتكون مشكلة بالنسبة للددان لو جينا نلاحظ هنا هنلاحظ ان حتى لو جينا نشوف البرانيك هنا هنلاقي ان بين البطانة اللي هي الشكارة البطانة للبرانيكا او للمزارعة وبين البرانيكا نفسها هنلاقي الوضع جاف مفيش رطوبة اسفلها ولو جينا كمان نرى الرطوبة المزارع على البلاد هنجد سنجد البلاد ص LOOK بشكل جيدا ان لاهت هناك اي الرطوبة زيادة نزلة على الارض. او نزلة من المزارع على الارض وتطور احوانا احنا قلنا ان كل المزارع ستكون فوق واحد وعندما إذا كان يوجد زيادة من المزارع اللي بتكون فوق دي كان الكارتون ده مبلل. كان زوان الخاش هنا مبلل. لكن الترطيب بيتم لكل المزارع اللي موجودة عندنا على احتياجات المزرعة بس ما يكونش عندنا رطوبة زيادة تنزل من فتحات الصرف اه وده مش مبرر على فكرة ان ما يكونش عندك فتحات صرف لازم يكون فيه فتحات صرف وفتحات صرف تتأكد ان هي شغالة بشكل كويس تحسبا لزيادة الرطوبة لأي ظرف من الظروف فلازم فتحات الصرف تكون شغالة وتكون شغالة بكفاءة عليها. لكن الترطيب لازم يكون بحساب. هنيجي نشوف المزرعة اللي موجودة معنا هنا دي. المزرعة دي تحولت بالكامل لفرمي كومبوزتو عرضناها قبل كده هي كانت مزرعتين اه كان في اساسهم البيئة الاساسية بتاعتهم كانت عبارة عن كارتون وبنضف لها واجبات زي ما متعودين حتى في باقي كارتون من الغطى اللي كان متغطى بيه لان هي الغطاء بتاعها كان كارتون. اه دماجنا المزرعتين على بعض وفضينا محتوىهم في المزرعة دي وعملنا البرنيكة التانية مزرعة جديدة من البداية. طبعا كل المنتظرين هون المزرعة دي ان هي يتم غربالتها او تتفرز او يتم هز الفرمي اللي فيها علشان اه نفضيها ونبدأ نعملها مزرعة من جديد. لو جينا نشوف مزرعة او برنيكة من المزارع الحديثة اللي لسه معمولة من فترة وريبة تقريبا حوالي اسبوعين اللي موجودة هنا دي. المخلفات اللي موجود فيها او الميديا الاساسية اللي موجودة في المزرعة دي يعبار عن مخلفات حيوانية ونباتية اللي هو القش المفروم مع مخلفات الدواجن المتحللة وشرحنا طريقة تحلولها اكتر من مرة واخرها في الفيديوهات اللي موجودة في البرميل اللي بنجاهز فيه المخلفات او الوجبات للددان اه على السطح. المزرعة طبعا احنا عارفين ان احنا ما بنقلبش المزارع بشكل متكرر او بشكل كتير وقلنا ان ده غلط ومش صح وما تعملش كده اطلاقا احنا بنقلب في حالات معدودة الحالة اللي تقلب فيها لو انت شاكك ان فيه مشكلة او نشاط الددان شايف ان هو مش عالي نشاط الددان قليل وكمان عدد الددان عندك بيقل او فيه مشكلة حصلة في المزرعة ففي الحالة دي بتقلب المزرعة عشان تشوف ايه الوضع من الداخل وتتطمن على الددان عندك. الحالة التانية اللي انا شخصيا بقلب فيها. ودي الاكتر يعني الحالة الاولانية ما تحصلش معايا كتير الحمد لله. الحالة التانية اللي بقلب فيها هي في حالة التصوير زي كده. فبقلب علشان اه اعرض معاكم او اعرض لكم وضع المزرعة بشكل مفصل. هتيجي تشوف حالة الددان هتلاقي الددان زي ما احنا شايفين شغالة بشكل كويس. احجام الددان ولونها. وحيوية الددان وظهور علامة البلوغ بالشكل الواضح ده. ده دليل على ان الددان ما عنداش اي مشكلة طالما علامة البلوغ ظهرة بالشكل الواضح ده والانتفاخ الظاهر ده اللي هو السرج. وكمان لون الددان باللون ده. وحركة الددان وحيويتها يبقى انت ما عندكش اي مشكلة. المزرعة دي من اول ما اتعملت ما اتقلبتش. خالص ما فيش بس غير اتقلبت لان الفيديو ده الثالث مرة بيتصور. هتقلبت تلات مرات قبل اللي احنا بنشوفه ده. اه لان حصل مشكلة. تصور اول مرة وبعد كده اتحزف بالغلط. وتصور تاني مرة وكان المايك مش شغال ما كانش فيه صوت. كان صورة بس. فدي المرة التالتة اللي بنصوره. وهي دي اول مرة بنقلب فيها المزرعة او تالت مرة مع تالت تصوير بنقلب فيه المزرعة دي تحديدا. فخلينا نغطيها ونشوف مزرعة تانية جديدة. دي ما تقلبتش لان ما قلبتهاش في التصوير اللي قبل كده. ومش عارف في الوضع فيها ايه بالزبط. اخر حاجة كنا ضيفينها كان بواي الازولة حتى لسه زهرة هنا. هنيجي نشوف بقى الددان اللي موجودة فيها ووضعها ايه وايه حالة الددان بالزبط. هنلاقي الددان هنا في المزرعة دي. المزرعة دي ما تقلبتش للاول مرة بتتقلب للاول ما تعاملت من حوالي اسبوعين تقريبا. فالددان هنا شغالة بشكل كويس. وكمان زي ما قلنا لون الددان وحيويتها زي ما احنا شايفين اه كويسة ما فيش عندنا اي مشاكل. فنلاحظ حتى ان اجناب المزارع المزرعة او الاركام بتاعتها بتكون جافة شوية فلزلك ما بنلاقيش بها دود اه كتير. الددان دايما بتكون في المكان الانسب. فالمكان الانسب هنا الغالب هو المكان اللي في منتصف المزرعة. لزلك الددان متجمع في المنطقة اللي في منتصف المزرعة اللي هي مناسبة اكتر بالنسبة للددان هنا. دي الحالات اللي بنقلب فيها المزرعة. غير كده ما تقلبش كتير وما تزعجش الددان عندك بكسرة التقليل. هنيجي لحاجة مهمة بقى بالنسبة للترطيب. احنا شرحناها قبل كده. لكن بتجي لأسئلة كتير والله يا جماعة على الواتس وعلى وفي رسائل وكمان مكالمات. اه فأنا انا للاسف انا ما بقدرش ارد على على المكالمات الكتير لزروف شغلي. وحتى رسائل الواتس يعني ممكن تبعاتلي على الواتس ممكن ارد عليك بعدها بيومين ثلاثة. فالموضوع ما بيكونش سهل يعني ان انا اتواجد معك على طول. لذلك انا بشرح كتير علشان آآ الموضوع يكون واضح للكل والكل توصل له المعلومة بشكل مبسط يعني مفيش توصيل للمعلومة في اعتقاضي اكتر من اللي انا بعمله له. هتيجي الحاجة مهمة كنا بتتكلم عليها في الشتاء وهي اضافة الوجبات الجفة اللي هي مخلفات الطحين وما شابه. هتيجي في الصيف بقى هتضيفها رشة خفيفة جدا. دي هتعمل معاك حاجة كويسة جدا. طبعا لازم يكون عندك كسافة عددية كويسة. ويكون عندك آآ حجم المزرعة كمان مناسب. انتنا شايفين هنا البرنيكة كل اللي ضفناه فيها قد ايه? هي الرشة دي بس لمساحة المزرعة دي. آآ جرامات بسيطة جدا. فهتيجي بقى بعد كده. هتيجي ترطب ترطيب زي ما احنا شايفين كده بخاخ زي كده. ده الافضل والرش او الترطيب يكون بالشكل ده كده. رزاز مية خفيف جدا. ما تكونش كطرات كبيرة لان لو كطرات كبيرة اللي هيحصل ان هي هتمر من خلال البيئة وهتنزل اسرع بفعل الجاذبية. هتنزل اسرع لأسفل المزرعة وهتنزل لفتحات الصرف بكل سهولة. فهو بالشكل ده كده وانت كده خلاص المزرعة ترتبط بشكل كويس. مش محتاج اكتر من كده بالنسبة للترطيب. التغطية عندك لو مغطي بليف نخر ماشي. آآ مغطي بخيش مفيش مشكلة خالص. المهم ان يكون فيه تغطية مناسبة موجودة عندك. سواء ليف نخر زي كده. او بخيش زي اللي هناك او بورقة كرتون. الموضوع مفيش فيه مشكلة خالص. اي تغطية حابب تغطيها سواء كده او كده. آآ ليف نخر او خيش او كرتون مفيش اي مشكلة خالص. المهم ان يكون فيه غطاء يوفر آآ الظلام للددان. علشان الددان طبعا احنا عارفين ان الضوء بيزعجها. ومش افضل حاجة للددان آآ ان يكون فيه اضاءة مستمرة. فلازم توفر لهم الظلام علشان يكون في بيئة مشابهة للبيئة الطبيعية بتاعتها. هنيجي نشوف مزرعة تانية. ويال مزرعة اللي موجودة معنا دي هي تعتبر مش قديمة قوي. مش فاكر والله هي من امتى? لكن هي تقريبا بقالها حوالي شهر. الجزء الجديد ده ضايفينه بقاله حوالي اسبوع تقريبا او حاجة كده. فالجزء القديم ده اللي هو بداية آآ بداية المزرعة اصلا بقاله تقريبا حوالي شهر. هنيجي نشوف الديدان اللي موجودة فيه. الديدان هنا موجودة والوضع بتاعها كويس جدا. ما فيش آآ ما فيش مشكلة الحمد لله. زي ما احنا شايفين الرطوبة عندنا آآ كويسة معتدلة. ده بالنسبة للجزء او النص القديم لان هو واضح ان هي دلوقتي نصين. ده النص القديم وده النص الجديد. النص القديم هتلاقيه بقى ماء اللون الاسود اكتر من النص الجديد. هنيجي نشوف بقى الجديد اه تحركت ليه ولا لا. هنلاعي ان فيه ددان موجودة فيه. وزي ما قلنا قبل كده حتى لو كانت بعداد قليلة فده ما يقلقاش خالص. وما ما تستعجرش. هي ددان خلاص طالما فيه دودة واحدة. جاءت للبيئة الجديدة او دخلت في المخلفات الجديدة التي انت ضفتها للمزرعة. فخلاص تأكد ان الديدان هتبدأ تتحرك. لان هي كده خلاص مناسبة. البيئة نفسها الجديدة مناسبة للديدان لان هي لو مش مناسبة دي ما كانش اه ما كانش جت هنا. ولا كانت وصلت للمنطقة دي من المزرعة. كانت فضلت باقي في الجزء القديم او في المنطقة القديمة في البيئة القديمة من المزرعة لو البيئة الجديدة التي انت ضفتها مش امان ما كانتش وصلت الديدان لحد هنا انا شايفين حتى في اخر المزرعة الديدان موجودة اهيت ومنتشرة بشكل كويس لو محتاج اضافة وجبات هتضيف الوجبات بالشكل ده لكن البيئة اللي احنا بنعملها دي كون عبارة عن مخلفات نباتية ومخلفات حيوانية متحللة فهي وجبة متكاملة ما بنحتاجش نضيف وجبات تاني لان كمان بيكون في تحللها فيها كل اللي احنا محتاجين وضيفنا عشر البيض المحروم وضيفنا الازولة وضيفنا مخلفات نباتية وبوائق شور وفاكهة وكمان القشر المحروم والمخلفات الحيوانية اه فزبطنا فيها كل حاجة فهي في نفس الوقت اه وجبة وبالاضافة لان هي في الاساس البيئة او الميديا الاساسية لمعيشة الديدان بس كده دي كانت كل حاجة الفيديو بتاع النهاردة اتمنى او رب الفيديو اكون اعجابكم وفاتكم بشي واديم لكم معلومة جديدة يا ريف لا تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس اول مرة اللي تشوفنا وكوانا يا ريت اكتبنا رأيك او سؤالك او استفسارك بتاع لي وان شاء الله هنرد عليك في او رب وقت ممكن شكرا لحسن المشاهدة واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاي كتير استنونا سلاة